بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الله الطلاب المرحلة السنوية الصفح الأول السنوي. أحييكم. معكم مستر أحمد محمد النبي من منصة البسر وبشر منصة وزارة التربية والتعليم. النهاردة عندنا درس جديد في حساب المثلثات بأنوان المساحة. عندنا درس النهاردة في نهاية الدرس سوف نتعلم مساحة المثلث. طبعا عندنا في قوانين جديدة لمساحة المثلث. آآ مساحة الشكل الربعي. سبعا الشكل الربعي المخصوص به هنا سبعا كان منتظم أو غير منتظم. آآ تلاتة مساحة المضلع المنتظم. طبعا عندنا المضلعات المنتظمة زي المثلث المثلث والأضلاع المربع آآ الخمس المنتظم السوداس المنتظم وهكذا. اول قوانين عندنا آآ مساحة المثلث بتساوي. نصف حاصل ضرب طولي ضلعيني في جيب الزاوية المحصورة بينهم. طبعا عندنا في قوانين قدناها قبل كده على مساحة المثلث. آآ زي مساحة المثلث بتساوي نصف طول القاعدة في الانتفاع. نصف طول القاعدة في الانتفاع. آآ طبعا ده قوانين علينا من الابتدائي وخدنا قبل كده في الاعدادة. مساحة المثلث بتساوي نصف طول القاعدة. في الانتفاع المناظر لها طبعا. آآ كان لو رسمنا اي مسلس كده الف به جيم علشان بس لما نشوف التطبيق هنطبخ القانون اللي احنا خدناه الجديد ده ازاي عندي هنا نص حصل ضربة طول اي ضلعين يبقى مسلا ممكن لونا استضمت القانون ده اللي هو نصف حصل ضربة ايضا لان في جاء الزاوية المحصورة بينهم يبقى نص الف به في الف جيم في جاء الزاوية المحصورة بينهم اللي هي زاوية الف الف في الف جيم في جاء الزاوية المحصورة بينهم اللي هي الف وطبعا معنا نص ده ثابت في القانون او نص في آآ به الف في به جيم في جاء به او نص جيم به في جيم الف في جاء جيم يعني عندي هنا في ممكن استضم القانون بتلات ترى مختلفة نص الف به في الف جيم في جاء الزاوية بينهم جيم في جاء الزاوية بينهم اللي هي جاء به او نص جيم به في جيم الف جاء الزاوية بينهم اللي هي جاء جيم طبعا في عندنا القاعدة اللي هي الاساسية او اللي احنا خدناها في اللي ابتدأ قبل كده طول نص طول آآ القاعدة نص طول القاعدة في الارتفاع المناظر له اللي هي بيبقى عندنا مسلا آآ القاعدة به جيم وبنرسم العمودي من الف على به جيم يديني العمودي اللي هو الف دال. يعني ممكن نقول نص بهجيم في الف دال. لو انا هنستضم القاعدة اللي هي نص طول القاعدة في الارتفاع. آآ تعال نبدأ كده نحل مسائل على القوان او ناخد القوان التاني. القوان التاني مساحة الشكل الرباعي. طبعا الشكل الرباعي هنا المقصود به سواء كان منتظم او غير منتظم. بيسوي نص حاصل ضرب طولي قطريه في جايب الزاوية المحصورة بينها. لص حاصل ضرب طولي آآ قطريه في جايب الزاوية المحصورة بينها. نعمل مساحة المضلع المنتظم بتساوي. ربع طبعا هنا عدد اضلاع نون وطول دلوسين. عدد اضلاع نون وطول دلوسين بيسوي ربع نون. آآ سين تربية في زطا باي على نون. ربع نون. طبعا هنا نون دي عدد اضلاع لهو شكل خماسي. يبقى نون بتساوي خمسة. لهو سوداسي. يبقى نون بتساوي ستة وهكذا. سوباعي نون بسبعة ثماني نون بالتمانية وهكذا. يبقى مساحة المضلع بتساوي ربع. طبعا هنا في القانون فيه ثوابت وفيه متغيرات. السابتة عندنا هنا ربع. ونون هنا متغيرة على حسب الشكل. والسين متغيرة على حسب طول الضلق. وهنا الزطا ديت آآ دل سابتة وهنا باي سابتة. وطبعا نون هي نون ديت نفس الرقع. يعني لو نون خماسي. لو الشكل خماسي بانون بخمسة. لو الشكل سوداسي بانون بستة وهكذا. عندنا اول سؤال بيقول لي عجب مساحة المثلس الف بي جيمل اذا كان الف بيه باثناشر سنتي والف جيم. في اربعتشار سنتي وقياس زاوية الف بتمانية واربعين دقائم. عندنا هنا هنستخدم القانون الاول اللي احنا اخدناه اللي هو نص حاصل ضرب بطولة يدل عيني في جاء الزاوية المحصولة بينهم. يعني هنقول كده مساحة المثلس الف بيه جيم. هنصف. في الف بيه. في الف جيم. في جاء الزاوية المحصولة بينهم اللي هي جاء الف. يبقى نصف في آآ الف بيه باثناشر. في الف جيم باربعتاشر. في جاء الزاوية محصولة بينهم اللي هي جاء تمانية واربعين درجة. بعد كده اللي يبقى نصف في اتناشر في اربعتاشر. في صين الجهاجة تمانية واربعين درجة. يكون الجابة اتنين وستين آآ ده اتنين وستين سنتي. واربعة من العشرة. بعد سنتيمتر مربع. يبقى نصف في اتناشر في اربعتاشر في جاء الزاوية بينهم اللي هي جاء تمانية واربعين. نصف في اتناشر. في اربعتاشر. في صين العنجل بينهم او الزاوية بينهم تمانية واربعين درجة. آآ السؤال اللي بعدين. آآ نفس الفاكرة بس بارقام ورموز مختلفة بقول لي اوجد بسعة المسلس الف بي جيم اذا كان آآ طول جيم به عشرة سنتي وطول الف جيم باربعتاشر سنتي وقياس زاوية جيم بي ساوي تلاتة وثلاثين درجة. آآ هنا المعطى مختلف بس جيم به والف جيم والزاوية بينهم او المحصورة بينهما آآ تلاتة وثلاثين درجة. كيف حنستخدم الكانومة بساحة المسلس الف بي جيم تسوي نصف آآ جيم به في الف جيم في جاء الزاوية المحصورة بينهم اللي هي جاء جيم. نصف جيم به بعشرة والف جيم باربعتاشر وجاء الزاوية المحصورة بينهم اللي هي جاء تلاتة وثلاثين درجة. يبقى نصف في عشرة في اربعتاشر. في آآ صين اللي هي جاء الزاوية بينهما اللي هي تلاتة وثلاثين. يكون عندنا الاجابة تبانية وثلاثين. وواحد من عشرة سنتيمتر مربع. عندنا سؤال تاني على آآ مساحة الشكل الربعي. طبعا عندنا الشكل الربعي قانون سهل. لو نصف حصل ضرب آآ طول قطريه في جاء الزاوية المحصورة بينهم. آآ طبعا في عندنا اشكال الربعية خدنا قوانينها كلها تقريبا في السنة. ولا سنوي هي حسف في السنة ثانية اعدادية. في تانية اعدادية خدنا مساحة المربع طول الضلائع في نفسه أو طول النص مربع الكطر. آآ مساحة المستطيل الضول في العرض. مساحة المعين. نص حصل ضرب طول قطريه او آآ نص حصل impulة قطريه او آآ طول ضلائع في الارتفاع. مساحة شبر منحرف آآ طول القاعدة المتوسطة في الارتفاع او نصف مجموعة القاعدتين المتوزيتين في الارتفاع. طبعا كل القوانين اللي احنا خدناها في الابتدائي والعديد لازمة نكون عارفينها كويس. انا بقول لي اوجد مساعة الشكل الرباعي الذي طول قطريه عشرين سنتي واثنشر سنتي وخياس الزو بينهما خمسين درجة. مساحة. الشكل الرباعي نكتب القانون بتاعها. يساوي نص حاصل ضرب طولة قطريه. نص حاصل ضرب طولة قطريه. في جيب الزاوية المحصورة بينه. الجيل طبعا اللي الجاه. جيب الزاوية المحصورة بينه. عندنا هنا نص حاصل ضرب طولة قطريه بعشرين سنتي. في اتناشر سنتي. في جيب الزاوية المحصورة بينهما اللي هي جاه خمسين درجة. بعد كي نبدأ نحسب. آآ نص في. آآ عشرين في اتناشر في جاه خمسين. نص في عشرين. في اتناشر في جاه الزاوية المحصورة بينهما اللي هي جاه خمسين. نعندي هنا الاجابة واحد وتسعين وتسعة من عشرة. نعندي نص في عشرين. في اتناشر في جاه الزاوية المحصورة بينهم. يساوي واحد وتسعين وتسعة من عشرة سنتيمتر مربع. آآ سؤال تاني على آآ مساعة الشكل الربعي. اوجد مساعة الشكل الربعي الذي طول قطريه عشرة سنتي وست سنتي وخاص الزاوية بينهما تلاتة وسبعين درجة. برضو هنا المساعة هتساوي نفس القانون. نص حاصل ضرب طول قطريه. في جايب الزاوية المحصورة بينهما. يبقى نص في عشرة. في ستة. في جاء الزاوية المحصورة بينهما لها جاء تلاتة وسبعين درجة. نص حاصل ضرب طول قطريه في جاء الزاوية المحصورة بينهما. يبقى نص في عشرة. في ستة. آآ في جاء اللي هي ساين آآ تلاتة وسبعين. سوي تمانية وعشرين. وسبع من عشرة سنتيمتر برابة. يبقى هنا عندي مساحة الشكل ربعين وص حاصل ضرب طول قطريه. في جاء الزاوية المحصورة بينهما. وكل القوانين اللي كانت علينا في. في المرحلة السابقة. نكون عارفة. هنا سؤال على المضلع المنتظم بقول لي اوجد مساحة الشكل الثماني المنتظم الذي طول ضلعه عشرة سنتيمتر. اوجد مساحة الشكل الثماني الذي طول ضلعه عشرة سنتيمتر. عليكتب القانون بتاع المضلع المنتظم. مساحة المضلع. المنتظم. نون على اربعة. في سين تربية. في الزاوية على نوم. هنا الشكل الثماني يبقى نوم بتمانية. سين اللي هاته للضلعه عشرة. في الزاوية. واي على تمانية. ثمان باي على تمانية. اللي هي مية وتمانية على تمانية. تسوي كم? مية وتمانية على تمانية. ثلاثين وعشرين ونص درجة. هنا التبسيط بتاعها عندنا تمانية على اربعة بسوي اثنين. في عشرة اثنين بمية. آآ في الزاوية على تمانية. اللي هي واحد على ظا. اثنين وعشرين درجة ونص. تحسب يا الله يبقى ميتين. على. الزاو اللي يتين اثنين وعشرين ونص. نكون الناتج هنا عندي آآ ربعمية. اثنين وتمانين. واربعة وتمانين من مية. هنا السنتيمتر المربع. كم عندنا الشكل الثماني. نون على اربعة. طبعا احنا قلنا الاربعة دي سابتة النون المتغيرة. النون هنا سوماني بعدد اضلاء تمانية. سين هنا مربع طول الضلق يبقى عشرة اثنين في الزاوية على تمانية. يبقى الزاوية مقلوبها الزاوية على تمانية اللي هي اثنين وعشرين ونص. آآ سوال تانى على المضلى المنتظم. اوجد مساعة الشكل الخماسي المنتظم الذي طول ضلعه خمستاشر سنة. اوجد مساعة الشكل الخماسي. المنتظم الذي طول ضلعه خمستاشر سنتيمتر. وانا ده القانون مهم. عشان من استضغمه بعد كتاف ثاني سنوة وتالت سنة. مساعة ادلاج المضلى. المنتظم نون على الاربعة في سين تربيا الزاطة باي على آآ نون كان الشكل الخمسي يبينون بخمسة وسين بخمستاشر في الزاطة باي على بخمسة على الاربعة في خمساشر قصتين اللي هي ماتين خمسة عشرين في الزاطة باي على خمسة اللي هي واحد على الزاط باي على خمسة اللي هي ماتين يعني خمسة بستة وثلاثين يحسبي الله خمسة على اربعة في ماتين خمسة عشرين آآ على آآ زو لتان ستة وتلاتين درجة يبقى الاجابة آآ تلتمية سبعة وتمانين وواحد من عشرة سنتيمتر مربع يبقى مساحة المضالة المتزم نون على اربعة في سين تربيع الزاطة باي على نون يبقى خمسة على اربعة سبعتين يعني نتأكد منها في آآ خمساشر قصتين اللي هي ماتين خمسة عشرين على الزاء اللي هي تان ستة وتلاتين والاجابة تلتمية سبعة وتمانين وواحد من عشرة طبعا نخلي بانه احنا بنحسب لازم ان تكون اهل حسب مظبوطة على نظام الديجري علشان لو ماش مظبوطة على نظام الديجري هيتلع لاجابات ايه اه الحسابات النهائية والله السؤال التاني على مساحة الشكل السوداسي والشكل السوداسي هنا ليه قانون خاص بيه ممكن نستنتجه دلوقتي على طول اه مساحة الشكل السوداسي طبعا الشكل السوداسي هنا عدد اضلاعه ستة يبقى ستة على اربعة يصين تربيع في زطا باي على ستة ستة على اربعة فيها تلاتة على اتنين وزطا باي على اربعة فيها جزر تلاتة ايبا مساحة الشكل السوداسي يمكن نقول على طول مساحة الشكل السوداسي المنتظم قانون على طول تلاتة جزر تلاتة على اتنين في سين تربيع طبعا انا احب المتغير الوحيد هو طول الضلع السين انا استعدمت القانون الاصلي في في المضلع المنتظم اه وحطت نوم بستة تلاتة جزر تلاتة على اتنين سين تربيع يبقى المتغير هنا سين لان كده كده في الشكل السوداسي المنتظم كل الزواء من الزواء ستين يعني الزواء بتاعته سابتة اللي بيبقى المتغير بس طول الضلع طول الضلع وثمانية سنتي يبقى تلاتة جزر تلاتة على اتنين في تمانية قصة اتنين اللي هي طول الضلع تربيع يبقى تمانية قصة اتنين اللي هي اه اربعة وستين في تلاتة على اتنين هتساوي ستة وتسعين جزر تلاتة طبعا السؤال زي ده ممكن يجي سؤال عكسي في الامتحان بتاعة السنة في الاختيارات يعني اه يجب لي المساحة ويطلب طول الضلع فلعطان يا المساحة هننستخدم القانون اللي احنا لسا يلينه اللي هو الثلاثة يعني اللي عطانا سؤال عكسي لقول لي المساحة يساوي ستة وتسعين جزر تلاتة سنتيمتر مربع اوجد طول الضلع نستخدم القانون ده اللي هو ثلاثة جزر تلاتة على اتنين سين تربية يساوي ستة وتسعين جزر تلاتة ونجي منه سين تربية وبعد كده نجيب الجزر التربية الموجب للناتك يعني نقول هنا اه تلاتة جزر تلاتة على اتنين سين تربية هتساوي ستة وتسعين جزر تلاتة يبقى سين تربية هتساوي اه اربعة وستين يبقى اذا سين يساوي ثمانية او طول الضلع يساوي ثمانية يعني ممكن السؤال ايه كده او يجي معكوس المساحة تكون هي المعطة وطول الضلع هو المطلوب فاستدامة القانونية هيسهلة خالص بعد كده عندنا سؤال على اه المعين وفي حاجات مشابهة للمعين بقى زي المطوازي اضلاع وغيره اللي اوجد مساحة معين طول الضلع ستة سنتي وخياس احدى زي المطلوب ستين درجة لو نسمنا المعين كده المعين من خاصه ان جميع اضلاعها متساوية وفيه كل زي المطلوب متقابلتان متساوية في الخياس دي ستين درجة وهي درجة من اضلاع ستة سنتي فانا مساحة المتوازي الاضلاع او المعين تكون حصل ضرب طول الضلعين الامتجاورين في Lag créer الزوية بينه بتحصل ضرب مساحة المتوازي او المعين تحصل ضرب طول الضلعين المتجاورين في كاية الزوية بينه قانون ده جو كما ايغا طبعا يعني عندي المثالس مساعة ونصف حصل ضرب طول الضلعين في enhancing زي المحسولة بينه لو اعاكر المتوازي كله او المعين كله بنساحة المثال مضروبه في اتنين يعني لو انا جبت مساعة المثلث الف به جيم او الف بهدال اخلق لي ذلك ده. يلا الجبت مساعة المثلث الف بهدال وضربتها في اتنين دي لمساعة المعين. لما انا ضربها في اتنين يلاك بل اتنين الف القانون الأصل الدية يبسي مساحة المعين تساوي نص حاصل ضرب ضلعين نص حاصل ضرب اه اي ضلعين متجاورين في جاء الزوية المحصورة بينهم قص حاصل ضرب طولة بالعيني متجاور عيني في جاء الزاوية المحصورة والقانون ده برضو يشتغل مع المتوازن الاضلاع يعني ممكن نشير كلمة معين هنا متوازن الاضلاع ستة في ستة في جاء ستين فعن جاء ستين معروفة بجزر ثلاثة على اتنين البلدتك هيسوي تمنتاشر جزر ثلاثة سنتيمتر مربع نفس الفكرة اه اوجد مساعة معين طول دلو عشر سنتي وخاص حل زوية خمسين درجة بساحة المعين يصوي حاصل ضرب طولة ضلعيني متجاوريني في جاء الزاوية المحصورة بينهما اللي هي جاء خمسين يعني زي قانون المسلس السم غير نصف تبع عشرة في عشرة في جاء خمسين تسوي ستة وسبعين وستة من عشرة سنتيمتر مربع ستة وسبعين وستة من عشرة سنتيمتر مربع يعني السؤال على المتوازن الاضلاع الاختلاف بين المتوازن والمعينة للمتوازن الضلعين المتجاورين بيكونوا غير متساويين في الطول الضلعين المتجاورين يكونوا غير متساويين في الطول يوجد مساعة متوازن اضلع طول وضلعها المتجاوريني ستة سنتيمتر وعشرة سنتيمتر وقاس احدى زاوية ستين درجة طبعا هنا الزاوية الاخرى بتكون المكملة بتاعتها الجاة الزاوية او الجاة المكملة هي هي عندي ضلعين متجاورين ستة وعشرة والزاوية المحصولة بينهم ستين درجة يبقى مساعة متوازن اضلع حاصل ضرب ايضا العين في جاة الزاوية المحصولة بينهم يبقى ستة وعشرة جاة ستين بجازر تلاتة على اتنين يبقى تلاتين جازر تلاتة سنتيمتر ومربع يبقى في المعين ومتوازن اضلع مناخد نصح مجر نصح حاصل ضرب اي ضلعين في جازر المحصولة بينهم حاصل ضرب اي ضلعين في جاة الزاوية المحصولة بينهم هنا سؤال تاني او فاكرة تانية بولي اوجد مساحة المثلث الذي اطول اضلعه احداشر وثمانية وسبع سنتر هنا في صيغة اسمها صيغة هيرون صيغة هيرون ديد المساحة المثلث بتساوي جازر مثلا لو المثلث اسمه الف به جيم مساحة المثلث الف به جيم هتساوي حا ناقص الف به في حا ناقص به جيم في حا ناقص الف جيم في حا ناقص الف حيث قاعدين بتساوي نصف محيط المثلث الف به جيم هتساوي نصف المحيط اللي هو مجموع الاضلع على اتنين في انا هنجيب الاول حا اللي هي نصف المحيط احداشر زائد تمانية زائد سبع على اتنين هتساوي ستة عشرين على اتنين تلتاشر سمتي في المساحة هتساوي جازر تلتاشر ناقص احداشر باثنين تلتاشر ناقص اه تمانية بخمسة تلتاشر ناقص سبعة بستة في تلتاشر اللي هي نصف المحيط يبقى هنا نصف محيط المثلث النات راح نصف المحيط ناقص الضلع الاول نصف المحيط ناقص الضلع الثاني ونصف المحيط ناقص الضلع الثالث في نصف المحيط نفسه يبقى نصف المحيط هنا تلتاشر ناقص احداشر باثنين ناقص ستة عمانية بخمسة ناقص سبعة بستة في نصف المحيط نفسه ونجيب حصل ضربهم تحت الجزر تحت انجاز للتربية طبعا اثنين في خمسة في ستة في تلات عشر وبعدين نجاز لها يكون سبعة وعشرين وتسعة وملا عشر سنتيمة مربع او اه اثنين جزر مية خمسة وتسعين سؤال التاني يقول لي اجد مساعة المثلث على زي اطول عضل وعشر وثمانية او ستة سنتيمة ممكن نستضم القانوني اللي فات او ممكن نستضم عكس النظريات في صورس ونسبة المثلث قائم الزاوية ونجب نص طول القاعدة في الاتفاعة طبعا هنا ستة تربية زي التمانية تربية بيساوي مية اللي هي بتساوي عشرة تربية يبقى ازن مساعدة لقائم الزاوية اه وضلعي القائمة هما ستة وثمانية ضلعي الزاوية القائمة ستة وثمانية بقى الوقت اربع عشر صندوق دي تمام طريقة لو انا مخدتش بالي ان هو قائم الزاوية واستخدمت القاعدة اللي فاتت اللي هي هيرون اه هنجب الاول حا لنصف المحيط عشرة زي التمانية زي التستة واربعة عشرين على اتنين اه فيها الاتنشر بينما المساحة هتساوي اتنشر من أس عشرة IN2 اتنشر من أس امانية باربعة اتنشر ستة بستة في 12 بساعة ونضرب هنا اتنين في أربعة في 6 في اتنشر اتنين في أربعة في 6 في إتنشر خمسمية سبعة وستين وبعدين نجيب جزرها. اتنى اربعة عشرين سنتيمتر مربع. لو استخدمنا هنا بقى عكس في صغير سؤال. بندن المسلس قامس زاوية. سنقولي ساحة المسلس سنننص طول القاعدة في الاتفاع. سواء اربعة عشرين سنتيمتر مربع لحل اخر او طريقة اخرى للحل. بس سواء لازم انكم متأكد ان هي مسلس قامس زاوية. مجموع مربعي طول ضلعيني بيسوي مربع الضلق ساس. مجموع مربعي طول ضلعيني بيسوي مربع الضلق الساسس. هنا عندي سؤال برضو على المسلس المتساوى الساقين وهنا برضو هنكتب له قانون المسلس المتساوى الساقين مسáchه بالساوي جزر ثلاثة على اربعة في اضلاء تربية. طبع المثلث المتسوي الاضلاء في خاصية. هي جميع اضلاء متساوية. وكل زاوية ستين ضريق. لو عجبنا المساحة هتسوي نص في سين في سين في جاء الزاوية المحصورة بينهما اللي هي جاء ستين ضريق. طبعا نص سين تربية جاء ستين جزر ثلاثة على اثنين. جزر ثلاثة على اربعة سين تربية. ده قانون بنسب به مساحة المثلث المتساوي الاضلاء. مساحة المثلث. المتساوي الاضلاء. يبقى هنا المتغير طول الضلع بس سين. يبقى هنا لو انا استضمت القانون ده حيبقى جزر ثلاثة على اربعة. في سين تربية اللي اثناشر قصة اثنين. يبقى مئة اربعين في جزر ثلاثة على اربعة. سين وستة وتلاتين جزر ثلاثة. سنتيمتر مرمى. طبعا زي الشكل السوداسي ممكن يجيب سؤال عكسي يعني يجيب لنا المساحة ويطلب طول الضلاء. يجيب لنا المساحة. ويطلب طول الضلاء. يعني مثلا يجيب لي سؤال عكسي ويطلب مساحة مسلس. وتساوي الاضلاء. هتساوي تسعة مثلا جزر ثلاثة. سنتيمتر مرمى. اوجد طول الضلاء. نستضم القانون ده حيبقى اللي هو جزر ثلاثة على اربعة. سين تربيه هتساوي تسعة جزر ثلاثة. ونختصر اللي جيب سين تربيه لوحدها. وبنسب على اه جزر ثلاثة على اربعة. كيف بسين تربيه هتساوي ستة وتلاتين. كيف بسين هتساوي ستة صمد. يعني ده سؤال عكسي يجيدينا المساحة ويطلب الايه? طول الضلاء. يجيدينا مساحة بس طبعا ده خاص بالمسلس. اه المتساوي. الاضلاء. اه عندنا طبعا ممكن يجيب لنا سؤال على اه المستطيل. اوجد مساحة مستطيل طولة احد كوطرين اربعة شر سنتي. واخر الزوار بين الكوطرين مية وعشرين ده. طبعا احنا عارفين المستطيل بمخوصه ان الكوطرين متساويان. يبقى اذا كان احد الكوطرين اربعة عشر يبقى الكوطر الاخر باربعة عشر. ومساحة المستطيل. بتساوي. نص حاصل ضرب الكوطرين. في جاء الزاوية المحصورة بينها. نحسب على طول النص فرقات على مية وعشرين بتساوي جزر تلتة على اتنين. بنتك حكون تساة اربعين جزر تلتة. بنص في اربعة عشر وستنين او اربعة عشر في اربعة عشر. في اه اه مية وعشرين درجة. تساوي تساة اربعين. جزر تلاتة سنتيمتر مربع. اه سؤال على المربع انا بيلي اجل ان ساعة مربعة والكوطر وعشرين سنتي. ممكن نستخدم نفس القانون اللي استخدمناه مع المستطيل. بس طبعا في المربع الكوطرون متعمدين. يعني بساعة المربع. نص في عشرين في عشرين في جاء الزاوية بينهما اللي هي جاء تساين. طبعا ده وصلنا للقانون الاساسي اللي احنا اخذناه في العديد اللي هو نص مربعة والكوطرون اللي هي جاء تساين بواحد. يبقى نص عشرين في عشرين في جاء تساين هتساوي. آآ اتين سنتيمتر مربعة. طبعا نص مربعة كوطرون. او نص حاصل ضرب كوطرين. في جاء الزاوية المحصورة بينهم. عندي هنا سؤال تذكرة بس لمساعة شبه المنحرف. قل لي اوجد مساعة شبه منحرف طولة قطرين طولة القاعدتين المتوازيتين اتناشر وعشر سنتي. والاتفاع العمودي بينهما سبع سنتي. هذه القاعدتين المتوازيتين. سبع سنتي. عشر سنتي. الاتفاع بينهما سبع سنتي. هنا مساعة الشبه المنحرف نص. في مجموع القاعدتين المتوازيتين. في الاتفاع العمودي بينهما. يبقى نص فيه. مجموع القاعدتين اتناشر زياد عشرة. في الاتفاع العمودي سبعة. يبقى نص فيه اتنين وعشرين. نص فيه اتنين وعشرين في السبعة. يجينا سبعة وسبعين سنتي متر. مربع. سؤال تاني. اوجد مساعة المسلس الف بيهجيم. حيث بيهجيم باثناشر. وطول العمودي المرسوم من الف. الى بيهجيم طوله خمسة سنتي. طول العمودي. المرسوم من الف الى بيهجيم بيسوي خمسة سنتي. هنعطيني طول القاعدة اللي هي بيهجيم. اتناشر سنتي. والعمودي المرسوم الف على بيهجيم. خمسة سنتي. يبقى مساحة المسلس نص طول القاعدة في الاتفاع. مساحة. المسلس. الف بيهجيم بيسوي نص طول القاعدة. في الاتفاع. يبقى نص في اتناشر في خمسة يساوي تلاتين سنتيمتر مربع نص القاعدة في الاتفاع نص في اتناشر في خمسة في تلاتين سنتيمتر مربع آآ بكاذا نكون وصلنا لأن حصتنا آآ كانت بعنوان المساحات آآ خدنا مساحة المسلس مساحة الاشكال الربعية آآ وخدنا الحالات الخاصة للشكل الربعي زي متعزن اضلاع والمستطيل والمعين والمربع والشكل الربعي الغير منتظم وخدنا مساحة الاشكال آآ او المضلعات المنتظمة القانون العام لحساب مساحة المضلع المنتظم آآ وخدنا قانونين آآ حالات خاصة للشكل السداسي وليه المسلس المتساوي الاضلاع آآ حالية تدريبات عليهم في نهاية الحصة بشهور طلابي وتمنى لهم التوفيق والتفاوق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته